طب المياه الغازية بجد بتعمل هششة عظام؟ طبعاً آه بتأثر طبعاً لأنها بتأثر على امتصاص الكالسيوم والفيتامين دي من المعدة فكترة استخدامها وخاصة مع الأكل بتأثر يعني أنا بأكل وبعدين في نفس الوقت بشرب معا مثلاً أي نوع من أين ما يكون بيأثر على امتصاص الكالسيوم والفيتامين دي طب حلينا نبقى أكثر دقة المياه الغازية السوداء هي اللي بتأثر على هششة العظام؟ كلها كلها يعني هو السباركلينج ووتر أو المياه الفوارة هيا دي هو دا العنصر؟ كلها بقى نوعها مش اللون لا لا مش اللون أبداً اللون دا حاجة بس كده تغيير شكل اللي يقولك أشربها بيضة ما فيش مشكلة لا كلها توسر ليه بقى يا دكتور؟ لأنها هي بتنزل مادة فيها جواها مادة بيتداخل مع عملية امتصاص الكالسيوم في البعد الكالسيوم في المعدة لما بينزل عن طريق الفم محتاج درجة معينة من الحموضة أو الألكلي بحيث أنها البيئتش تكون متوازنة يعني بحيث أنه يمتص دي أول ما بتنزل بتغير درجة الحموضة فخلي الكالسيوم ينزل مع الماء بعض الأمراض كمان بتاعت الأمعاء ويتهيأ للواحد أنه هو بيهدم علشان يلاقي الموضوع يعني يلاقي معدته رائد بدري هو بيهدم بقى كله وينزل هي خدعة اه خدعة طبعاً اشتركوا في القناة